اشتركوا في القناة اشار السيد الرئيس الى جهود مصر لعادة الاعمار في قطاع غزة فضلا عن مواصرة جهودها ذات الصلة لمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي اكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بعمق العلاقات الوطيضة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وامن واستقرار لبنان جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي واضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان لقاء تناول استعراض مستجدات المشهد السياسي اللبناني بالاضافة الى سبل تعزيز اطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين وكذا مناقشت تطورات ابرز القضايا الاقليمية اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة امداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد اطلاقه من اجل حل مشكلة انغطاع الكهرباء واخلل جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعد مدبولي بدراسة المقترح اللبناني لتنفيذ عملية الربط الكهربائي بالاضافة الى العمل على سرعة تحديد موعد لعقد اجتماعات الدورة المقبلة لللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء ومن جانبه اعرب ميقاتي عن سعادته بلقاء السيد الرئيس وبما لمسه خلال اللقاء من مودة وعزم صادق من جانب رئيس السيسي لدعم لبنان وشعبه اكد رئيس التنسي قايس سعيد ان دستورة عام 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن ان يتوصل العمل به واشدد سعيد على ان من يحترم سيادة الشعب لا يستعين باطراف اجنبية للاستقواء بها اعلن مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرج انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وقال الاعرج انه تم الانتهاء من جولة الحوار الاخيرة مع التحالف الدولي مؤكدا ان العلاقة مع التحالف مستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين من جانبه اكد قائد قوات التحالف اللواء جون برينر ان عملية انتقال التحالف الى المهام غير القتالية ستنتهي قبل نهاية العام القاري بموجب ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين تزور وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك باريس في اطار اول جولة خارجية لها والتي تشمل ايضا بروكسيل ووارسو وقبل بدء جولتها اشارت بيربوك الى ان رسالتها الاولى لشركاء المانيا في الاتحاد الاوروبي ستكون الاعتماد على الحكومة الفيدرالية الجديدة واضاف ان اوروبا هي العمود الفقري للسياسة برلين الخارجية يبدأ المستشار الالماني اولف شولتس اليوم اولى جولته الخارجية في منصبه الجديد بزيارة الى باريس حيث يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل مكهون وعقب ذلك يتوجه شولتس الى بروكسيل للاكتماعي مع رئيسة المفاوضية الاوروبية ورئيس المجلس الاوروبي والامين العام لحلف الناتو اعلنت وزارة الصحة تسجيل ثمانمائة وثلاث حالات جديدة ثبتت ايجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا ووفاتي 42 حالة وافادت الوزارة بخروج 591 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع ايجمالي المتعافية من الفيروس الى 304 747 حالة حتى اليوم مشيرة الى ان ايجمالي الاصابات بكورونا بلغ 366 634 اصابة من بينها مائتين وتسعة ألاف وتسعة عشرة حالة وفاة لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت اكس راديونز دوت تي في كما يمكنكم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب هذه تحياتي لؤيا بازا شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة